اشتركوا في القناة والمصابين واليات عمله وتمويله وتطورات انشاء المقر الدائم للصندوق بالعاصمة الادارية الجديدة واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستمرار في الجهود المكثفة الجارية لتفعيل اليات عمل الصندوق بالتنصيق مع الجهات المعنية بالدولة بحيث يحقق الهدف الذي انشئ من اجله تقديرا للتضحيات الكبيرة التي يقدمها ابطال الوطن لحماية الشعب المصري العظيم والتصدي للتحديات الارهابية والامنية التي تواجه مصر كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لان الاجتماع تناول اخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد وقد اكد السيد الرئيس اهمية عملية صياغة ثقافة التغيير والتطوير في التعليم من خلال منظومة التعليم الجديدة وذلك في اطار النهج الاستراتيجي للدولة لبناء الانسان المصري من كافة الجوانب موجها سيادته في هذا الصدد بالاسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد الذي بدأ تفعيله في مرحلة رياض الاطفال منذ سبتمبر من عام 2018 وصولا لتحقيق اهدافه وتعميم الاستفادة منه على اكبر عدد من الطلاب على مستوى الجمهورية كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في نظام التقييم الجديد في مرحلة الثانوية العامة والاستفادة من البنية التحتية لمنظومة الاختبارات الالكترونية والتوسع فيها وذلك بالتوازي مع تطوير بنك المعرفة والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع مراحل التعليم في مصر